مستقبل الرجيش ينهزم أمام الاتحاد المنستيري هدفين مقابل سفر وأولمبيك سيدي بوزيد ينهزم أمام نجم المتلوي أربعة مقابل ثلاثة الترتيب يصبح بالنسبة للمجموعة الأولى ترجي في الصدارة 31 نقطة النجم الساحلي في المركز الثاني 29 نقطة المركز الثالث اتحاد تطويين 18 نقطة المركز الرابع ندي سفيقس 16 نقطة والرباعي هذوم اللي ترشحوا لمرحلة التتويج مركز الخامس المرعب التونسي 16 نقطة صحبة التندي البنزرتي مركز السابع عمل حامل سوسة 14 نقطة والمركز الأخير الثامن هيليل الشاب 11 نقطة ويغادر الرابط المحترف الأولى وفي المجموعة الثانية ترتيب لاتحاد المنستيري في المركز الأول 29 نقطة مركز الثاني اتحاد بنجردين 27 نقطة مرتبة الثالثة الولمبي الباجي 24 صحبة التندي الإفريقي والرباعي هذوم يترشح لمرحلة التتويج مركز خامس النجم المتلوي 19 نقطة مرتبة 6 مستقبل سليمين 17 مركز سابع وينبيك سيدي بوزي 9 نقاط والمركز الثامن والأخير مستقبل الرجيز 6 نقاط وكان غادر الرابط المحترف الأولى نعطيكم ترتيب بالنسبة لنقاط الحوافز نذكر أنه المقابلات نهاية المرحلة الأولى اتعرفنا على الزوز الفرق اللي ينزلوا للرابطة الثانية فما مرحلة الثانية اللي هوم أربع فرق في كل مجموعة مش يلعبوا مرحلة التتويج يعني ثمانية فرق وكذلك باش نشوفه ثلاثة في رقم من كل مجموعة مش يلعبوا مرحلة تفادي نزول كيما نشوفه في مرحلة التتويج فما نقاط حوافز وكذلك في مرحلة تفادي نزول باش نعطيه الترتيب بالنقاط الحوافز بالنسبة للمجموعة التتويج مركز الأول اللي بش يدخل به الاتحاد المنسير والتراجي بأربع نقاط حوافز نجم الساحلي والاتحاد بن جردين بش يدخله بثلاثة نقاط حوافز اتحاد تتويج الأولمبي البيجي بش يدخل به نقاط حوافز والندي سفيقسي والندي الفريقي بنقطة حوافز يعني الترتيب شي يكون في أولى جولات لاتحاد المنسير والتراجي في المركز الأول أربع نقاط مركز الثالثة نجم الساحلي الثلاثة نقاط بعدهم اتحاد تتويج الأولمبي البيجي زوز نقاط والمراكز الأخيرة بالنسبة لتفادي النزول نقاط الحوافز الملعب التونسي ونجم المتلوي بش يدخلوا بأربع نقاط النادي البنزرتي مستقبل سليمين بش يدخلوا بزوز نقاط ومالحة ممسوسة أولمبيك سيدي بوزيد بش يدخلوا بصفر من النقاط بش نزيد انساهل أكثر ونبسط بالنسبة للمستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا على إذاعة الحياة أنه صاحب المركز الأول في المرحلة الأول بش يتحصل على أربع نقاط صاحب المركز الثاني يدخل بثلاثة نقاط صاحب المركز الثالث بزوز نقاط وصاحب المركز الرابع بنقطة واحدة سواء في المجموعة الأولى أو في الثانية بالنسبة للترتيب من مركز خمسة وستة وسبعة صاحب المركز الخامس بش يدخل بأربع نقاط في مرحلة تفاديو نزول كنقاط حوافز مركز السادس بش ياخذ زوز نقاط حوافز فقط واللي يتحصل على المركز السابع بش يدخل سفر من النقاط كما أملحة ممسوسة وأولمبيك سيدي بوزيد قال لي أنها المرحلة الأولى في المركز السابع وأخيرا قال لي تحصلوا على المركز الثمانية نزلوا للرابطة المحترفة الثانية كما مستقبل الرجيش وهلال الشابة نذكر أنه في مرحلة تفاديو نزول بش يلعبوا عشرة جولات خمسة ذهب وخمسة أيب مش ينزلوا زوز في رق يعني أصحاب المركز السادس مش ينزلوا للرابطة المحترفة الثانية وفي مرحلة التتويج اللي بيشوفها في المركز الأول هو بشيكون المتوج بالبطولة الوطنية مش نرجع مع ضيوفي سي شكري وكذلك سي عبد المجيد اليوم الرؤية تطهدت سي شكري رسميا هلال الشابة ومستقبل الرجيش يغادروا الرابطة المحترفة الثانية وتعرفنا على ثمانية فرقة اللي يترشحوا لمرحلة التتويج وكذلك نقاط الحوافز سي شكري هكيد اليوم جولة الختامية للمرحلة الأولى من البطولة الوطنية المحترفة التونسية المحترفة تقريبا بلغة الأرقام تقريبا الترجرة التونسية سجل أكثر عدد مع نقاط 31 نقطة أقل فريق سجل نقاط يعني فريق الرجيش تقريبا 6 نقاط أحسن خط هجوب كان الترجرة التونسية بـ 25 هدف أحسن خط دفاع كان الاتحاد المونستيري خمسة أهداف أحسن يعني هدف للمرحلة الأولى من البطولة رافق الكامرجي أحداشن هدف هلال الشابة ومستقبل الرجيش من اليوم 8 فبري 23 في الرابطة الثانية يدخلوا فيه عطلة إجبارية إذا كان كاملوا ينهزموا نهار لحد هم كاملوا ينهزموا نهار لحد في كاس تونس تولي على قاعدة صحيحة عطلة تقريبا يمكن أن يعملوا عطلة سبعة شهور كيفية تتعامل مع اللاعبين ومع العقود متاع اللاعبين كيفية تتعامل قاعدة الشابة والمتلوي في الرابطة الثانية يمكن نعرف من قضية ربحتها الشابة ومهي المتلوي بعد مقام الدورة المتلوي يمكن البطولة من الربطة الثانية يمكن من الربطة الثانية من الربطة الثانية ونزيدوا براجة أخرى فاهمني ونكمل لكن نسي شكرت تعرفتش وقتش مش ترجع الربطة المرحلة بلايوف و بلايوت نحن نعرف البلايوف و بلايوت بشتوفة حسب التواريخ يقولوا بشتوفة في نهاية أفريل هم يقولوا بشتوفة حسب الكالندريين الموجودة لكن نسي وليفما كاس معناها أفريقيا تشارك فيها متخب التونسي أقل من 20 سنين نتصورها بشتوفة في جوان أقل من 20 سنين لهم آخر تاريخ تقريبا في نهاية أفريل في نهاية أفريل مع البطولة توفة كما قلت لك معناها متخب وطني قاعد يبدأ مقابلات متاعه كاس أفريقيا أقل من 20 سنين و ملاعبية يلعب مع الأكابر متاعر في رقم يعني كما آدم قرب و كما معناها ملنصراوي و كما معناها يشاركوا في مصر تبدأ مقابلات متاعه من نهار 21 معناها وفا عندهم 21 و 24 و 27 يعني لذومك يتترشح منتخب للدور الثاني مع جنيون و هم حطوهم في الكوب ترجع البطولة 1 مارس هي تتترشح للدور الثاني و يلعبوا في مارس ماذا يحدث؟ أنا متأكد للجولة الأولى متاع 1 مارس مش تتأجل و إذا تتأجلت هذيك يعني تقريب التواريخ غير نهائية حسب رايان معناها بصيفها رسمية لكن سي شوكر نظام البطولة و النظام هذيه متاع المرحلة لولو و المرحلة ثانية بلاي اوت و بلاي اوف كلها راي معتهم برم جملولو و الفرق الكل ما يفق عليه راي سي عبد المجيد الفرق رؤسي الفرق و مسؤولين بتاع الفرق عاملين تفويذ تفويذ رئيس الجامعة لاتخاذ القرارات المهمة فاللي ما يتساير وتساير الكورة في تونس يعني إذا انت يعطيته تفويذ معناها فلي هذي معاتش معاتش يزو يحتجوا و معاتش يتكلم من ضبط حتى و كيلعبهم كل يوم بطولة كيلعب كل يوم هو معتهم تفويذ يعني هو يعرف مصلحتهم خير منه تساير فاللي هذا مسؤول اللي هبتحل في تلبزة و في راديو يحب يتكلم خلوة حديثك مردودة عليك لأنك انت اخترت النظامة ذاي صحيح ومام حتى معتها الفرق معتها في الربطة الثانية ملعفوش عليها زادة كيف كيف وقتاش توفو ومازالت الظروف كلها مازالت بسعيبة ادومك معتها ذاك معتها ذاك علش حتى الفرق سي شكري اغلب الهيئات المديرة متاحها لكلها هيئات تسيرية افهم منتش معناها هيئة تسيرية هيئة تسيرية معانتها تعطيني بركة نمشي معانتها نمشي الامورك كيف سواء معانتها والجامعة بتبعت حال هي اللي تحدد هي اللي تضبط البرامج هي تضبط كل شيء دونكو انتيجة متاحة شوفت المضرر الكبيرة متاع هذه النظام متاع البطولة ذاك كيف جربناه احنا قبل مرة احنا قراءة احنا قراءة معاناها الحصيلة معاناها الحصيلة المرحلة الاولى يعني مش نوريك فما ظلم مثال يعني عندي انا فريق مثال فريق اسسمه معاناها ترجل التونسي قلنا ب 31 نقطة النجم السياحلي ب 29 بعده تطاوين ب 18 وفي المجموعة الاخرى عنا مستير يعني 29 بنقردين 27 باجا 24 يعني هنا المتلوي 19 المتلوي كان معاناها ب 19 دوقت هذوما اللي جمعته في المجموعة الثانية كانت تترشح بهم الثالثة في المجموعة الولى وتاخو زوز نقاط وتاخو بونيس المتلوي تلقى روحك ب 19 نقطة تلعب في مجموعة السسمو في مجموعة تفادي النزول يعني انت حصيلتك 19 نقطة التلقى روحك ترعب على تفادي النزول وغيرك في المجموعة الاخرى ب 16 نقطة النادي السفاقسي يرعى في مجموعة يعني مجموعة التتويج هذي من بين قراءات انا قطلك راني علاش هنا ضد النظام ادايا نظام ادايا مفيوش عدالة مفيوش معناها تكافي كل فريق حسب اجتهاده ما تقولي من الاختلاف الى فرقة الموجودة كلها فرقة تابع الرابطة المحترفة انا وكنجيت منظر نتحبل هنا باش نكونوا لوجيك ونكونوا موضوعيني نكونوا عادلي اخويا احسن ثمانية نقاط يعني احسن مجموعة ثمانية نقاط مثال نحوها نحوها ثم نحوها 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 وقت نحوها يعني رغم عثاراتها ورغم المشاكل وفريق نجم متلوي كي نعطيك حصيلة سي نعطيك حصيلة شوف من نجم متلوي علشي نقولك نجم متلوي 19 نقطة لانه فريق جاء من الرابطة بحترفها الثاني يعني عمل ركريت مونيتو وعملوا تحضيرات بتاع بداية موسو على اساس فريق في الرابطة الثانية في مجموعة جيتوا الهدية بتاع البراش مشي شارك في شارك في الرابطة المحترفة الأولى نجم متلوي شارك في الرابطة المحترفة الأولى يعني كفريق بالإفكتيفة اللي عنده وهو إفكتيفة متاع رابطة محترفة ثيرية بيدون لاعبين أجانب لانه فترة معناها انتداب اللاعبين في فترة تخلى البطولة ولملك 19 نقطة كي نسمعين المجم متلوي في الخمسة مقابلات الأخيرة كي نجي نشوف نلقاه انتصر على البنجردين ثنين بواحد انتصر في الرجيش على الرجيش ثلاثة ثنين تعادل مع السليمين واحد واحد انتصر على باجا اللي عامل ثمانية مقابلات بدون هزيمة وستة مقابلات تقريب التسارات متواس انتصر على باجا واحد بلاج وانتصر اليو في سيدي بوزيل أربعة ثلاثة يعني في تقريب في خمسة مقابلات ويقوم بعمل ثلاثة نقطة واجد سبعة اهداف ويقوم بعمل ثلاثة نقطة وانتصر النقطة وهناك فرقة وانتصر وضع مقابلات وانتصر وفريق بستة تشم الان هذه انتصر لك ياركام رواحة يخي لما كنت أكثر من CSS هو باش يجي معتها لما كنت أكثر من CSS هو لما 19 نقطة CSS عنده 16 في آخر راحدة هاي اليوم اللي أنا حكي لك في القراع اليوم أنا قريب في الجدول النهائي بتاع الكلاسمو أنا اللي قدامي توا CSS 16 نقطة ياردي ما احترامتنا لل CSS ومتنسي شيسي شكر المجموعة الأولى على الورقة أصعى من المجموعة الثانية يارديش حبيتنا انظر المجموعة الأولى أصعى من المجموعة الثانية هم يدخلوا شخص مجموعات متوازن كيف يكتل تجهزهم ال110 والم3 والم5 وال7 والعنىulus وتصعى والعنى و으니까ون هاي كيفية تم تجهزهم نأكي 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 Like ik نأكي نأكي يعني هازوهم لهمOnce يعني في الرابطة المحترفة الأولى ماهمش في رق Reform من الرابطة المحترفة الثالثة لقد قمت بتشاركتنا معاك انا معناه هنا احنا مكافئناش المشتهد الفريق اللي اجتهد مكافئنهوش قلنا له بارمشي الالعب ليو شفت هنا سيا عبد مجيد في قراعة يعني للجداول الزوز النهائية بتعلك اسمه تلقى ما فاماشي عدل ما فاماشي فريق اللي اجتهدوا فريق اللي عملت 19 نقطة قاروحوا في المجموع التتويش نقطة اخرى سي شكري انه نقاط الحوافز للفرق قديم شارع مرحلة افادي نزول نوعا ما زادة على الاقل باش كما قلت انتي الفريق كاني نجمي موجود في مرحلة التتويج على الاقل تحسب للفريق الذكي يدخل باربع نقاط حوافز خير مال يدخل سفر منها نقاط حوافز هافل لا في السونس متع الحديث كنتي عبدالله اهمال الحمسوسة الاسبوع اللي اتعدى ضربة جهازية ظفرت له في الوقت الضايع في الوقت بدل الضايع مركيها اشرف الحباسي بتاع نادي سفاقسي كانت المنتجة تهز امال الحمسوسة لمجموع التتويش يش القاروحه اليوم القاروحه يلعب في مجموع التفادي ونزول بصفر نقاط من الحوافز يعني معناها حمامسوسة اليوم لقاط روحها صفر نقاط من الحوافز وتقريب النسبة كبيرة لحمامسوسة مش تنزل من الربط الثاني وقت اللي ضربت جهازية يعني في وقت بدل ضايع يعني معناها غيرت مستقبل فريق كامل غيرت اهدافهم تاع فريق كامل يعني كان في الوقت بدل حتى تقيقة 91 ملحة ممسوسة في الراع معناها في مجموع التتويش معناها صحبة الترجري التونسي والنجمر الساحلي القاروحه ماركتو ضربة جهازية تعادل واحد 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 سي اس 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 هزم اليوم القاروحه اليوم بلاش نقاط حوافز القاروحه هو بصفر نقاط حوافز كما قلت لك هو سيدي بوزيد حظوظهم ضعيفة يعني في الموراهنا على تفادي النزول في مجموع التفادي النزول علاش هذي قراعتي اينا للارقامة اللي حصلت اليوم لالي شاي لاني انا من اول انا ضد نظام بتاع البطولة هذية وغانا نعتبره نظام فاشل ونظام غير عادل ظلمة لكن كلمة عبدالله سمحني انت كنت تحكى للمتلوي توص تحضرت اسم المدرب هو وليد شتاوي وليد شتاوي حقيقة معتها يزم الواحد معتها يبرز الخدمة الكبيرة اللي خدمها فل المتلوي تعرف المتلوي تقريبا ما عالش مروا عليه من مدربة تقريبا عديد مدربين شاكر مفتاح هاي برشة برشة مدربين جي يقعد جمعة جمعتين ويهرب قيس اليعقوبي قيس اليعقوبي شاكر مفتاح برشة 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 مدربين محمد معالج اللي يدخل يهرب هو الوحيد داك شفت كيفاش وكان معناتها كما كنت تحكى كان تقريبا ممكن ما معتهم هذا فريق مشتهد يتكافأ او لم يتكافأش الله يذكور انا شوف انا نحكي على مبدأ العادلة يعني والمساوات يعني ونفس الحظوظ نفس تكافأ الفرص يعني بين الفرق الكل يعني عليش معناها فريق يعمل التسعتاش كما قال ممكن المجموعة لولا كانت أصعب وفي ها الترجي وفي نجم السياح وكانت مواجهات خاصة مباشرة بناتهم هاي هاي قلت من هامش متاع النقاط المجموعة لكني انا نقول في الاخر ما هم كلهم الا في رق تابعين للرابطة المحترفة الأولى واضح بش نرجعون احنا سيشكري للمجموعة الأولى بش نعملوا قراءة فنية وتحليل لبعض المقابلات فما فريق تقريب منذ بداية البطول هو في المركز الأول في المقابلة اليوم الأخيرة أصبح في المركز الثاني الترجي أصبح في المركز الأول الترجي نذكروا في هاي الثنين بليش على عامل حمسوسة نجم السياحلي نهزم الثنين بليش وتقريبا كنت شاطروني الرأي أنه المباراة هذه غيرت من الترتيب ككل يعني نادي سفيقسي مطالب الانتصار وينتظر نتيجة الترجي اللي برش عبادة يقرأوا النية أخرى أنه أمل حمسوسة بش ينتصر على الترجي نادي سفيقسي بش يلقى روحه مرحلة التفادي النزول الترجي لعب للأخر لعب التشكيل المثالية وشوفنا كذلك النادي البنزارتي اللي امن بحضوظه وانتصر على النجم الرياضي للسياحلي المفاجة اللي قلبت الموازين في الترتيب الترجي اللي أصبحوا باربع نقاط النجم ثلاثة نقاط وكذلك النادي سفيقسي اللي أصبحوا في مرحلة التاتويش صحيح تفضل تفضل لا حبيت أن أمشيني معها لخاتر شوف كيفيش شوف الكورة كيفيش راهوا بالنسبة لي أنا الترجي رياضيا ومنطقيا وحسبيا من عرش هو معتها يستاهل المرتبة الأولى علش؟ خاتر معتها من اللي بديت البطولة حتى تقريب الجولة الفارتة هو في المرتبة الأولى كان اللي يتوالل في المرتبة الأولى دونك كمل مع نهاية المرحلة كمل هولو علش؟ خطر فاز ذهابا وإيابا على صاحب المرتبة الأولى اللي قابلوه بتبعت الحال دونك أذك على شكول أنا مع أنتها يستحق المرتبة الأولى وما تنسيش يزيد سعاد مجيد عنده ثلاثة أيام طوى مش ألعب ضد الفريق السوداني كان ينجم يقول كرتح أنا بعض العناصر نلعب بالتشكيلة الثانية لكنه ترجعت درس البرشة عبدو وصل المساج أنه الفريق يعني يلعب التشكيلة المثالية ويلعب للحظات الأخيرة وإمن بروح تشوف عبدالله فرق الكبيرة دي خاصة كما تراجي ما تعمل ما ترعبش بالحسابات رغم اللي معناتها برشة حديث معتها يتقال لكن ديما الفرق فرق الكبيرة ديما تبقى كبيرة ومعتها ممكن نسنا اليوم اسمعنا برشة حديث على ماتش المتلوي ما تحكيه علي ما تحكيه علي هنا تعليق على نجم الرياضي الساحلي 13 جولة متصدر المجموعة الأولى ثم في الجولة الأخيرة يعني يفرق هذا كان متوقع على ضوء كما قتل الكبيرة من الأرقام ونرى نجم الرياضي الساحلي على مستوى تسجيل أهداف ترجري التونسي بسجل 25 نجم الساحلي بسجل 22 على مستوى الدفاعي يعني نجم الرياضي الساحلي كما تحكيه وذي طبيعي وقتلي الراو تقريب ان كنت تبع 3 أو 4 مقابلات النجم الساحلي مار كل مرة ما نلقى معناها في المحور الدفاع اليوم مثلا حمزة جلاسي و بوزرة يعني هو مم و بي فو أول مرة يلعب مودفع وكان سبب خطأ منه في الهدف الأول حمزة جلاسي المقابلة يقبلها كان يلعب كشيش جوكروام كشيش وغفران نوالي كل مرة كيفاش كل مرة كان بوغطاس و بوزرة اللي قبلها كل مقابلة يعني يفهمها ثنائي في محور الدفاع النجم الساحلي وذي في حد ذاته يعني يدل اللي كونه مدرب النجم الساح عنده مشاكة على مستوى الدفاعي كما كنت تحكي على جلاسي أول مرة يولي مدفع نعرفوه بي فو في يلعب الوسط ميدان اليوم انتقادات كبيرة كبيرة برشة المدرب محمد الكشر يقول لك حتى في الحباء كل كيفاش معانتها المدرب هو كان يلعب مدافع بالاساس ويعرف معانتها التقنيات متاع اللعب الدفاعي فكل مرة كل ماتش بتشكيلة كل ماتش معانتها باسم كل ماتش ذاك عليش وربما معانت بوغصار تقريب على جهة اليمنى وهذه الثالثة مقابلة يلعبها مسترسلة كأنه كانت فما مشكلة بالنسبة للنجم الساحة على مستوى الجهة اليمنى للدفاع هذه النقطة نقطة أخرى التي تخليني قتلك منها تفريط النجم الساحلي في الصدارة منتظر كونه مثلا النجم الساحلي انهزم ذهاب وإياب قدام وقت اللي جاءتوا ترجل التونسي بينتهم أربع نقاط انهزم قدام ترجل التونسي ذهاب وإياب يعني في ظرف 17 نيو يخسر ضد الترجل في رادس ويخسر ضد الترجل في سوسة ثم معاناها بعد مقابلة ذيكا يعني يعمل تقريب تعادل مع مع الشابة سفر سفر وفرد زادة في زوز نقاط يعني هفاز في مقابلة الملعب التونسي بعد 60 دقيقة لموقفة المقابلة وخسر اليوم على ميدانه مع النادر بن زرتي يعني تقريب في الربع أو الخمسة مقابلات تلانين النجم الساحلي كأنه يعني فم ملامح متع فريق ورغم التصريحات كل بعد مقابلة يقول يعني عندي ثقة في العبيد وعنا برشة خدمة تنتظر فينا للتصليح وكل شيء لكن بعد 14 مقابلة بعد 14 مقابلة نقاو نجم الساحلي معاناها خاصة بعد إصابة شيخاوي وخروج كريستو ومعاناها ذهبوا للأهلي كأنه نجم الساحلي حتى على المستوى الهجومي ما عليك لاقي حلول يعني ولت النجم الساحلي تقريب في 3 مقابلات الأخيرة أو 4 مقابلات الأخيرة مركز زبونته يعني ما نجمش مركز ضد الشابة ما نجمش مركز ضد بن زرط اليوم معاناها ساجل هدف ضد التراجه يعني رغم الاتدابات أصيل الجزيري وملعبه معاناها بالخسارة متعليهم وليتوال معانا يفرد في المرتبة الأولى ما ممكن يسر نسمع بعض الأخبار بتبع تحب في الكواليس قد تكون عندها تدعيات كبيرة على الإطار الفني مع محاوض المكشرة يحديث كلهم بتحديث متع صفحات ونعرف نحن تأثير متعالذية الصفحات معاناها الاجتماعية معاناها نعفو تأثير يعني الصفحات التواصل الاجتماعي حتى في الشارع الأراضي في سوس بالله رقم آخر معانا عليا شانا قبطتك حتى لدي تابلو قبل ما نتعدى رقم آخر هو قبل مقابلة اليوم قبل مقابلة اليوم نتسفيقسي في 13 مقابلة مسجل سبعة أهداف يمكن في تاريخ نتسفيقسي يعني مسجل سبعة أهداف وقابل عشرة أهداف يعني نتيجة سلبية اليوم سجل هدافين أصبح مسجل تسعة أهداف تلعب على البطولة معاناها متمركزة في المراكز الأولى تاريخ مسجل 25 نجم الساحلي 22 مستير مسجل 17 بونجردين مسجل 14 باجا مسجل 21 هدف لكلوب أفريكا 16 يعني تجي تشوف تلقى نتسفيقسي يعني بتسعة أهداف تتقاسم تدير اللي بعد هي وبوزيد وحمام سوسع يعني مسجلين نسبة أهداف تسعة أهداف لكل فريق منهم يعني الفريق إذا كان عندك تموحات مش تلعب على المراتب الأولى وكل شيء لازم عمل كبير على مستوى الهجومي في فريق نتسفيقسي رغم الانتدابات اللي حصلت يعني في آخر يوم المركاتو تقريبا 18 لعبي يعني انتدبته من نتسفيقسي إن شاء الله يقدموا معنا هاد إضافة خاصة على المستوى الهجومي المستوى الدي فيها معنا عادي تقريب قابل عشرة أهداف لك على المستوى الهجومي تسع أهداف في 14 مقابلة شوية فريق تموحاتهم بشيارة بعال المراتب الأول لأ وقبل المقابلة متاع اليوم سي شكري نتسفيقسي عاش فترة سعيبة سوى الجماهير متاعوا سوى الهيئة المديرة وشوفنا الفريق كان يناجم يسقط للدرجة الثانية كان يناجم يلعب مرحلته في النزول لكن اليوم ترى الجمهور الكبيرة الذي كان حاضر في الميدان تمكن من الانتصار وانتظر هادية دعنا نقوله متاع رجل ينتصر ويلقى روحه في مرحلة التتويج معاك كما قلت انت جملة من الانتداء تصور انت فريق انتت بكث 8 لاعبين لكي يلقى مرحلة التتويج يلقى روحه في مرحلة تتويج ويلقى روحه في الدرجة الثانية ورى ردة فعل الجمهور ندي الاسفيقسي اخترنا مقابلة نحن سي شكري وسعبد المجيد كيف نتحدث عن الملعب التونسي والتيحات التتويج ماذا رأيك في حمادي الدو جاب مقابلة في بنزرد واليوم انتصر على التحات التتويج وخسر ماتش يقف ماتش مع النجم السياح لعب 64 دقيقة تتحسب له لكن المقابلة اللي حاجته جابها من ملعب بصعيد وملعب بنزرد حمادي الدو حاجة ربما تعجبني فيه وحتى من خلال البلاتو قاعد يحذر في بعض البلاتويت وحلل قاعد فاهم مليحة الملعب التونسي قريب التونس غادي فاهم من كل سؤال وحتى الجو العام الداخلي في فريق الملعب التونسي فاهمه ممليح حتى شفناه وقت اللي هنا وقت الملعب التونسي لعبت مع الجيش متاعه زعفوان هلالشاب شفناه حتى حبيت نحكي معه محبش يحكي حالة عمل بعض التغييرات على مستوى تشكيلة الملعب التونسي فمع انت مزلت لعب تونسي مزل ما تلعب شيرا ومع انت مزلت نحن نحب نربط مع عبدالل نحن اخذينا تصريح من عند المدرب حمادي داو نسمو تصريح متاعو ثم نجمو نعلقو على التصريح اللي قال عليه حمادي داو بعد المباراة اليوم ضد اتحاد تتاوي ظروف المناخية وظروف الضغط بتاع الترتيب وظروف المباراة الحمدول اليوم بعد مقابلة نيد البنزارت اليوم فوزنا على فريق اتحاد تتاوي اليوم فريق محترم جدا الحمدول على دوزين فيكتور حبينا نمشي بلاي اوف بصراحة لكن هذه هي حكام الكورة نلعب البلاي اوت وعنا 4 بونيوس ديجا اسباقية الملعب التونسي اللي بالحق ما كانوا طبيعي في البلاي اوف لكن هذه هي الكورة نلعب لعبنا للاخر في البلاي اوت ورب يجيبنا في الصوية ان شاء الله هذا كان كلمه سي شوكر ما هو تعليق؟ هنا تعليق مثال نحب نربط بين إشراف حمادي داو على الملعب التونسي تقريب منذ أسبوع وإشراف سوفين الحدوسي منذ 24 ساعة نيدل بنزارت ماذا نجم يقدموا مدربين يعني في نهاية موسم والكورة معناها والماتشويت قاعدة تمشي ماذا نجم يقدموه؟ يعني كعمل ميداني يعني نحكي كعمل ميداني متصورش كان فيه ماتش مش يركز على عمل ميداني والتكتيكي أكثر حاجة هي المعجزة هنا ماذا نجم يزيدو للنادل بنزارتي في مقابلة متاع اليوم بزيب نجم الساحة سوفين الحدوسي يعرف مليح النادل بنزارترا رناها قبل ودخل مرة حتى رناها قبل حتى عمله ولو يعرف ندل بنزارتي ويعرف اللعبين العمل ميداني سيعب مجيد مش تحضر به مقابلتك يعني أفكارك مش تخدمها في الميداء في التمرين شكري هي مقابلة وحيدة مقابلة وحيدة مش يغير برشة مش غير ذلك مش يلعب على عامل الذهني يعني مش يعرف يتحدث المعامل اللعبية بتاعه ويجهزهم ذهنيا ويخرجوا معناها ما كالثقة اللي يفقدوها ما قولوا نحكتوا بالعامل لعبية بنزارة معناها قدام منعب التولسي حاجة ثانية التعامل مع الرسيل البشري ماذا يعمل اليوم معناها سوفيان الحيدوسي حسب الاسداء لانا ما تفرجناش على المقابلة لكن تبعه في الزيكوف تصريحاته كل شيء سوفيان الحيدوسي اليوم زاد واحد في اللاكس وامن الخطوط الدفاعية متاعه معناها العب سكر وتقروني العب ثلاثة في اللاكس ثلاثة في اللاكس العب زاد واحد اخر في اللاكس معناها وعبه وسط الملعب وعبه عن مرتدات وهذا اللي يتبقى مشيت معاها الكورة غلط حمزة جلاسي في خطاء خليل سيسمو وداي دفلو واناك حط له جلاسي في اللاكس في اللاكس اول مرة يلعب في الديفانس هدايا هدايا معناها هو حسن التصرف في الرسيد البشري مع مع سكيفاش تحذير ذهني وتحذير كما يلزم اللاعبية ماتش متعادية نفس الشيء بالنسبة لحمد الدو نفس الشيء بالنسبة لحمد الدو ما كانش في عمل ميداني كبير برشة معناها خطات تاكتيكية ولا سيروبي بريفورانسيال ولا أفكار حمد الدو حمد الدو معناتها روو انتي سارع النادي البنزارتي في بنزارة روو اعطاه معناتها خرج الملعب التونسي من معناتها من ربما زيت كامل اليوم تتاوين ممكن اسهل شويس ممكن شوية فرصة متعامات شوية الكوب يمكنش يلقاه المجال باش يخدموا شوية مع جامعيات متاحهم خليالي شايدة ماتش الكوبش يتلعب نهار لحد ثم لحد اللي بعده يتلعب الدور الثمني نهائي يعني على أقل عنده أسبوعي النجم يخدم فيه شوية معناها حويج معناها اللي نجم تعاونه ويرسخ أفكار بتاعه يبدأ يرسخ الأفكار بتاعه ويرسم استراتيجية الخدمة بتاعه باش نخدموا بالمجموعة الأول سي شكري اشنو رايكم في فريق اتحاد تطاوين اللي لأول مرة في طريقه يلقى روحه في مرحلة التتويج اتحاد تطاوين قبل ما نحكيه على الفريق هذية نسمعه تصريح مدرب المساعد التوفيق الصالحي بعد مباراة اليوم ما رغم التقس ورغم الظروف المطر وكل شاي البرد مالجرسة عمانا دخلة بايا الأولاد كانوا واقفين حالة الملعب ما تخليكش تلعب كورة بايا كما معاودين الناس دونك خولوا برافو للأولاد عمانا عنطان بايا عمانا كنز مينوت لولا بايا مركينا احنا لولانين والباقي عارف حالة التقس والبرد ما يخليناش نلعب الكورة اللي احنا نحبضوها هذا كن تصريح مدرب مساعد تحاد تطاوين نحكيه على الظروف المناخية الفريق اللي ينهي في المركز الثالثة ثمنتاشة نقطة اليوم المرة يترشح لمرحلة التتويج سعد المجيد فريق هذية تحاد تطاوين مش منعبث ومش صدفة الفريق اللي شاهدناه في ثلاثة مواس من الخير قاعد يقدم في أديا كبير برشة وكان تصر على فرقة كبيرة في ملعبها زيب صحيح سمعنيش برشة مشاكل في تطاوين وكذا وكذا انا شكور نقول معانتها اتحاد تطاوين يخدم في صمت من اللي بدأت سيزون تقريبا مع معالج كان يرين في عمله ولو معانتها اتحاد تطاوين قاعد يخدم ويجيب في جوارات معانتها جيب جوارات وعول على الامكانيات وخدم معانتها بالحقيقة انا بالنسبة لنا معانتها ربما على موضيئة في الفراق عندك اتحاد تطاوين وارجوع القوين متاع المتلوي وحتى الانتدابات مدروسة واخر انت دب لعبة الشبيبة وسامة لمتيل يلعب اليوم في المباراة ضد ملعب التونسي معانتها تشوف الاستمرارية متاع الايطار الفني رغم اللي معانتها اخسر الكماش وكذا معانتها ما مسؤولين مخموش بشي يغيروا في المدرب محمد المعالج اللي هاي انتجا متاعه معانتها واضح في المجموعة الثانية بسرعة ما زالوا تسعة دقائق على نهاية البرنامج الولمبي البيجي انهزبت اثنين امام النادي الافريقي الاتحاد بنجردين مستقبل سليمان مستقبل جيرش ينهزم اثنين بلايش امام الاتحاد مستيري من الفني مستقبل ان اذهن غريبه سيشكر سعاد مجيد لولمبي الباجي اللي في ظرف عامين كن يتقهقر للرابطة الثالثة ممكن للهوات يبطى روح ورابطة في اول سيزون سنين مشاكل العريق معنات الكبيرة اللي اعترضته وبرشة مدربة طيب باش نقول لك حاجة من الاخر هم حتى ابناء النادي مدربين معناتهم رفضوا باش معنات باش يقبلوا المهمة بتاهم بارشة مدربية رفضوا باش يهب الليلي وبعد محمد كوكي وتتالت وبعد جهة من عش ولد نادي مه رز دير يا بارمون نعم مش مه رز دير يا هادي مقراني لكن القاول عصفور النادر سيشوكري في لعب الشبيب القيرواني سابقا وسامو بوغيرا تقريبا هدف الفريق بثمانية هدف اليوم مسجل الهدف الولمبي الباجي قاعد يقدم في هادي كبير برشة قاعد يتحصل اترشح لمرحلة التتويج تعتبر اليوم مقابلة شكلية ضد النادي الافريقي واتحاد بنجردين نقطة استفامة كبيرة سيشوكري ينتصر امام الاتحاد المناستيري يضيع فرصة اليوم في صورة الانتصار اخوه اربعة نقاط حوافز على ارضية ميدان ويتعادل مع مستقبل اسليمان وياخد ثلاثة نقاط ديما ما الاتحاد بنجردين مرضود متاع ديما ما متذبذب الحقيقة تماشي استقرار معناتها على طول شوفني كيفاش ارباح اه 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 انادي الفريقي هاك ولا في المنزة في ارادس وربح مستير في مستير معناتها واليوم اتعادل لك معا واخسر اخسر ماتش وتعادل معناتها في ماتشوات اخرين على على ميدان دونك المرضود متاعو متذبذب معناتها ما هوش مستقر مره الفوق مره اللوتة دونك اه اتحاد بنجردين ما متفهموش متفهموش اه اه انا اقول بنجردين القاد قدامها منافس يعني اه اليوم دافع على نقاط الحوافز يعرف فما منافسة معناها غير مباشرة بين مسليمان والمتلوي على الاربع نقاط متاع حوافز متاع مجموعة تفادي النوزود معناها المنافسة هذه كانت الصالح المتلوي اللي فازت في سيديو بوزيد وامنت اربع نقاط حوافز عكس ليمان اللي اتعادلت مع بنجردين واخذات زوز نقاط متاع حوافز وتقول لك زوز نقاط حوافز خير من بلاش فوتاتر معناها ممكن كانت كان في سيديو بوزيد يمكن ربحة متنجام اشتخلت عليها هي لمحالة عندها تسعة سيديو بوزيد وسليمان 13 لكن كما قلت لك سيديو هاد هي منافسة غير مباشرة يعني بين سليمان المتلوي من اجل اربع نقاط الحوافز وهذاك عليش كانت مقابلة فيها ريهان بالنسبة السليمان وتمسكت بحظوظ المتاحة عكس بنجردين اللي ممكن استسهل لما مش استسهلت ضمنة الترشح يعني كرقم اثنين في المجموعة الثانية وهذاك عليش ممكن يش مكنتش جدية في المقابلة متعليم لكن فما فريق اللي يعتبر مستقر في نتاج متاعه منذ المواسم الفارتة موسم الفارتة عدة موسم ممتاز جدا قبل نقاب قوسين كان ينجم يكون هو صاحب البطولة الاتحاد الرياضي المنستيري الموسم هذا يبارا انه الاتحاد المنستيري فريق ممتاز جدا نتحصل على اربع نقاط حوافز مركز اول نتمنى ويواصل الاتحاد المنستيري بنفس هذا الروح نعرفه بشارع مقابلة كأس الاتحاد فريق الجولة لولا ان شاء الله نهارت لحد في رادس حسب رأيكم انتوم الاتحاد الرياضي المنستيري بالرسيد البشري المتوفر بالمدرب الاجنبي هل انه قادر هذا الموسم الاتحاد المنستيري يمشي البعيد في البطول وكذلك في الكاس الاتحاد الفريقي سياد ماجهد هو شو تذكر عاملة وراء ومعطان موانزا هز بطولة عاملة وراء وكربح لتسفرق سيز بطول ولا موش كربح لتواله هنا يعني تعادلت تعادل معناتها سورة سورة هنا وكل فرص الضائعة ذلي كان معناتها معتها على الميدان كان افضل بكثير منها للنجم الساحري وتقريبا مقابلة وقابلة خسارها مع فريق اقل منه في المستويه في المستير سفر 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 صحية ممكن مستقبل اسليمين ظاهري كما خانت نشاهد ذاكر تعادل معها هذه النقطة هذه اللي كنت تتناجم الاتحاد المنستيري تهز بها البطولة تعادلت في بلادها تعادلت مع اتحاد بنجردين يعني الموسم الفارط تقريب واحد واحد وقتلي بنجردين كان معسكر في مستير وصارت ديجاء مشكلة بناتهم بعد المقابلة حتى بنجردين غادرت مركز سور سور غادرت مركز مقارة تربص متاحها يعني في الليل من مستير ومشيت السوسة معناها على الاساس كيفاش معناها ببنجردين رغم ان يفرحين بها وموفرينها ملعب مستير وعملت معها سور سور وتقريب نقصتها من حظوظ متاحها في الفوز بالبطولة في موسم الفارط اتحاد المنستيري في موسم الهدايا تقريب حافظ على نفس الاستقرار على المستوي الإداري جابوا مدرب حافظ تقريب على ثمانية بالمئة من رصيد البشري قاعد معناها فريق منتظم يخدم في صمت عنده بدفاع ممتاز وممتاز جدا معنى قاعدوا فيها كل اسسمه هو مشو النصراوي معناها زوز لاعبين معناها ممتازين يتكايف معنى فيها يوسفو مارو أمارو يوسفو أمارو زادا معناها ملاعبي ممتاز زدا في خاصة وسط الملعق عنده برشا عناصر ممتازين يعني عنده مرسيد بشري ممتاز وعنده تموحاتها باش تمشي ببعيد في دوري مجموعات كاس كونفيدرية الأفريقية وفريق يستاهل الحقيقة معناها على الضوء العملي يقوموا بإدارتها وإدارتها وإدارتها يعني إداريا فنيا حتى على مستوى اللاعبين الموجودين ما عندهم شي مشاكل كبيرة على المستوى المالي وهذاك عليش يمكن أن نعتبره لتحد المستيري خمس الكبار بعد الأربع علي معناها حسب نيزانياتهم الكبر هذا كان بالنسبة للمجموعة الثانية نحن قاعدين نحكيه على البطولة التونسية في الأثنية زادت فهمها مقابلة العرب كأس العالم لاندي دور النصف النهائي الثاني البير حتعرفنا على الترشح الهلال لدور النهائي بعد انتصاره على فلمانجو ثلاثة مقابلة الثنين الورقة الأولى في النهائي في انتظار بطاقة ثانية بين الأهل المصري أو الريال مدريد الإسباني نهاية شاطول بتقدم الريال مدريد هدف مقابل سفر في انتظار بداية الشاطئ الثاني تمانين أنه يكون عربي عربي في النهائي مزلت خمسة وربعين القيطة مزلت ميتر ثانية سي شكر يا سي عبد المجيد شوف الفرق ما بين فريق كما الأهلي المصري نجموش القارنه بين الأهلي في قيمته والقيمة التسويقية وش عنده وبين البطولة التونسية والبونية التحتية فريق يمشي الكأس العالم لانديا ومو رهن جدي حاطف الكأس ومعنى ربيط الأبطال الأفريق تالي يوم يلعب ضد ريال مدريد هدا النتاج هشنو؟ نتاج العمل والخدمة والمثابر لا البطولة المصرية سي شوكين بطولة المصرية ما عندهش حتى علاقة السؤال ديما نطرح فيه أنا مثلا أن تطوين وباجة وبنجردين في ظل معانا إجباريت وجود فار يعني كيفية بش يلعبوا معاناها في السسم ومجموع التتويش بش يلعبوا في الملاعب امتحام ولا معاناها؟ هدا إشكال؟ عشرين يوم خرين رو عشرين يوم خرين يعني عشرين يوم خرين الفرقة ذي مش تستقبل في أراضي على ملاعبها وعنى جهزت روحها من ناحية الفار يعني نحن بقبل ما نحكيه على بطوط العالم للأندية والأهل وكل شي يعطينا ساعة ذو مثل اذا في رقم بترشحة من فار التتويش يعني مش يستغلوا ملاعب 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 بتاحهم خاصة أنني ما عندهم شي فار حتى تلتوا ووازكم شو يوصلوا يعني يجي أمنوا تجهيزات متاع الفار في ظرف عشرين يوم سؤال يطرح نفسه نرجع طوى بالنسبة للمقابلة الأهل المصري لأهل المصري وريال مدريد أكيد كنشوف الهلال السعودي في الدور النهائي لكأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق الفلامينجو البرازيلي أكيد أهل المصري التموحات التكبر يقولوا كلمة لا أنا ما نفوزش على الريال مدريد اللي بتقريب ناقص ستة أو سبعة ناصر وهذا حق مشروع بالنسبة لأهل المصري وهذا شي فرحنا احنا قدمي فرحنا كعرب بشراو فرقة عربية قاعدة معناها في الصفوف الأولى مع الفرقة العالمية لكن قدمي حزننا على فرقنا التونسية وعلى مستوانا اللي تحبرش ثم زوز ملاحظة ملاحظة لولو أنا مشوف المفارقات وبين رئيس سيدي بوزيد اللي تلعب في البلاي اوت ورئيس الرجيش الزوز معناها رؤساء موجودين في السجن هذي ملاحظة لولو أنا ملاحظة لولو ملاحظة لثانية عبدالله محكينيش برش على التحكيم رو فين معناها اللي ملف كبير إي كومبري زيدا البوتولة التونسية زيدا معناتها ثم ماتشويت اللي معناتها ربما قد تغيرت إنتاج متاعهم وثم ظلم بتاع التحكيم وثم برش على اختيط التحكيم عطيني 30 ثانية 30 ثانية الرجراجي اليوم معناها يوريوا فيه معناها البرح في حصة تمريب تاريال مدريد ومع انشولوتي ويسمع ويتفرج ويتسنت معناها مدرب عربي ويصل للنصفي النهائي كاس عالم وكان جينا احنا مدرب تونسي راه مش وراه شكومش يتكلم ولا شكومش يسأله فهذا معناها مشابح وتسنت على انشولوتي ويحضر حصة تمريب تاريال مدريد كي تسمع الرجراجي بليتات ديس بري هذية اكيد مغرب نشونا عند مدرب كبير برشة وتوصل المستوى عالي برشة شكرا لكم ان شاء الله ملف التحكيم ان شاء الله ملف التحكيم وصلنا لنهاية حصة استاد الحياة في حلقة خاصة اليوم شكرا لساعد مجيد جبيروس شكرا لك حلو الاخراج التقني أحمد المخلوفي محمد سيف الدين بول عرس في الاخراج الرقمي عبدالله الحطاب من قدام الميكرو شكرا لساعد مجيد جبيروسي شكرا لكم برانشي على تسعين ثلاثة في عرب اسك مع زمين حمزة الشيخ كل شمس وليها ضل كل اسم وليها حل كل يوم في حد ثابت مكان ومهما دائت قصاد وحد دمال كل نهر في قلبه سد حد ندل وحدثت كل دلمة فيها سكة كل نقطة فيها تحكى برضو فيها بزئجات لو في طريقنا علي نعيش بالله